حديثنا بالموضوع الأخير في التطورات الساحة الرياضية جدل كبير قاعد سائر خلينا نسميه حتى حرب كواليس سائرة بين تفجير التونسي والجامعة التونسية اللي كرة القدم خلينا بدا معك أنت يا حسن الغربي شنين قرأتك المشهد واللي سائر كان لفما لا يذراعه وحرب كانت خفية ولا تموعنا اليوم سألنا خلينا نحطوا الأمور في إطارة شوف أنا أعتقد أنت قلت حرب كلامية وكذا اليوم ما تعيشوا كرة القدم التونسية وبلادنا بصفة عامة نحن في غناء يعني عن مثل هذه الكلام والسلام ويقول منه وبلاغ وكذا بصراحة أنا تفاجأت مفاجأة يعني غير صارة بموقف يعني لجنة التسوية برئاسة سيد كمال يدير حاول موضوع أنا كنت أعتقد أولا ساعة ليس من عرشا ومعايا كمال غيل ومعايا مستاذ أنه ليس من مشمولاتي هذه اللجنة التسوية التي عينتها الفيفا والتحاد الدولي كرة القدم من أجل الإعداد لشيء وحيد وهو الجلسة العامة الانتخابية لجامعة تونسية كرة القدم وتنقيح بعض القوانين أتسألوا أنا شأني شأنا أغلب المتابعين لماذا حشرت لجنة تسوية نفسها في موضوع الرزنامة حتى يعني يصير ما يصير وحتى تشير هالمشاكل هذه كل اللي الوضعية الكاريثية تاكورت قدمة تونسية اليوم على جميع المستويات تزيد تعيش يعني مشاكل كما هك ما مصلحة لجنة التسوية مش لجنة تسوية لأنه في بعضها ونحكيه أنه المسألة لا تتعلق بالتسوية ككل كهيكل بل بفي شخص رئيس للتسوية سيد كامل يدير وبالتالي أنا اتفاجأت لأنني سغربت أولا ساعة كما قلت عليش لجنة تسوية حشرت نفسها في موضوع الرزنامة وهو من مشمولة الرابطة وكان يتعدى مرور الكرام وحدث عادي ثانيا يعني لماذا هذا الاسرار والاشكال اللي صار اسلام ونحن كنا عارض حكاية تأجيل مباراة اتحاد بنغردانا والترجل لماذا هذا كل الاسرار على تثبيت الموعد رغم أنه الترجل طلب يعني تعجيلها وقبل ذلك لجنة التسوية يعني يعني بعضها تلانديا كاستشار إذا كان أنت بستشيرني وتخو قرار تحب عليه الاستشارة ما عندها حتى معنا أنا هنا أرجع يعني حتى لا أطيل الكلمة وحيل يعني كبداية يعني وكدخلة أنا أعتقد أنه سيد كاماليدير لابد أن يكون وفي للوعد الذي قطاه عن نفسه السيد كاماليدير عقد ندوى صحفية يوم 26 أوت المنقذي كل شيء يمسجل موجود من عرش السلام كنت معنا أنت ولا وقال أنا سأعتمد سياسة تشاركية مع الأندية هالسياسة تشاركية ويني لماذا أخلف سيد كاماليدير على وسط من أبدال عام هذا الاشكال ولماذا دخل في صراع شخصي مع الترجل الثونسي أعتقد أنه صراع يعني لن يوفيد كورت قدم تونسية هذا بصفة عامة للواحد وما زالنا نحكيه على بقية التفاصيل سيد عيسام خاني أخو كراءتك للمشهد ما تعود نيش ترجي يوز درزوز بلاغات في نفس النهار بلاغ الصباح كالبرح وبلاغ في الليل بخصوص اللي يصير شنين قراءتك أنت اللي يصير بين ترجي والجامعة هو تصرف غير عادي ردا على وقلوا نحنا تصرفات أو طريق تسير غير عادي ترجي لقى نفسه في كل مرة بش يتوجه الجامعيره قبل كل شي بش يوضح للمور لأنه ترجي موش جديد معني على التعامل مع الهيكل أقدم فريق تونسي مش اليوم بش نتعلمه كيفيش نتعامله مع الجامعة الترجي في قراءته أنه راسل هاللجنة التسوية كعهده مع أي جامعة قبل فقبله بالتجاهل مراسلته الكل أكثر من التجاهل ولا كايني فم نهج متاع استفزاز وصار كما نقوله نحنا شك حول مدى النواية متاع الجامعة فاقوتي على شك باليقين مقابلت بنجردين ترجي موش اليوم مشكلته مش مقابلة مع بنجردين وقاله اليوم زاده يكتشف كيفاش يحذر مقابلتك يا سفريقيا رابط لابتال نحنا ننبه المبعد هذا هو معناه بلاغ الترجي يأتي في إتار كما قلو نحنا وضع الرأي العام وجامي هير الترجي في الصورة رأينا اليوم مانيش في ظروف عادية رأيوا اليوم ترأ جديد وبش نتحامل معاه هذا بيه طولنا نرجع لك أكيد نحكي وبكفر تفاصيل قبل هيرا لنصينا صنداج على اللايف ستريمينج متاعنا هل توسين ترجي رأي تونسي في احتجاجه على كامالي دير خطر الصراع يبدو أنه بين كامالي دير وترجي مش حتى هيئة التسوية خالي اخو سمعنا برح كامالي بن حليل سمعنا ويد جرفيلة البرح في التاسعة مصادق نايم الزروق حسيت أنه المشكل في طريقة التعامل أكثر منه مقابلة بنجردير أكثر منه روزنامة يقول لك كلمنا لهم 3-4-5 مرات رسلنا لهم حتى تجاوب ما يحكي بش معنا قائرات مسقطة من فوق شنو قرأتك اللي صاير كامالي شوف اللي صاير أنا أعتقد أنه التراجي من حقه من حيث المبدأ يدافع على مصالحه وهذا طبيعي كل فريق من حقه بشي يدافع على مصالحه يعني من الجمش ندخل أنا في بلاسة مسؤولية التراجي ونقلهم عليش ولا كيفاش ولا لويش هذي حقهم وهما أحرار في طريقة ووقت للإحتجاج ولا التعامل هذي معندها أمر يعنيهم هما وهما أحرار هذا واحد اثنين أنا معندها معلومة فقط نسوقها بحكم الطلاع عليها لا يهم التراجي فقط النادي لفريق يراصل ولم يجبهم أعتقد اتحاد بن جردان راصل ولم تقعي جابته يعني أنه يبدو أنه سياسة التجاهل هذه للمراصلات متاع الأندية لا تهم التراجي فقط يعني الكل وقع تجاهلهم يواذا ما قول ما لا غير ما خلنا مشيو بشوي بشوي يعني يعني أنه التجاهل ماهوش لفريق التراجي دون غيره السياسة هذه قاعد يبدو أنه ينتهجها مع الفرق الكل و و سلام تتذكر أنت أنا وريتك مرة معانتها مراسلة وقعت تجاهلها لم تقعي جاب عليها من ندي لفريقي بخصوص تحكيم وقتها بخصوص تحكيم كأنه ما جاتوش جملة معانتها يبدو معانتها النهج متاع هيئة التسوية تتجاهل في مراسلات جميع الأندية لأنها في مخها وهذا يقال وهولي 31 نجام في ماشينا على الروح أحنا جينا على حزوز حاجات تراسلوا ما تراسلوش ليه مش معقول هكذا ما تجمس هكذا ما تجمس هنا معاك لكن 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 معانتها ما هوش مفرد به تراجي دون غيري هذا معطى أول معطى ثاني فيما يتعلق بالحكاية التشاور قبل حكاية التشاور هذي أنا لحقيقة معانتها المجالس بالأمانات البارح سئلت في المحيط القريب جدا متاع للهيئة التسوية قال لي رو غلطة كانت حكاية مشاركة الأند تشاركي لأنه كل واحد تراجي يتلب أحمر لو كله بطلب تكحل طلب تجري لأخرى طلب تسفره دونك مستحيل مستحيل أنه يصير توافق بخصوص الرزنامة وإلى الشان وإلى الشن وبخصوص الرزنامة قال لك دونك أنا كيجيت نشاور في الأند يندمت كل واحد يطلب عليها هواه لا هو المشكلة أنه عمل لرزنامة انشرها هبطها وبعد هي الرزنامة رأي من دول الرزنامة من لول رأي مع وصف جلية لبدا هو عمل لرزنامة واحد هو حور فيها وبعدها بعثت الأند يشاور فيهم معناها هلاذا ما أقول معناها أنت تعمل وبعد تشاور ما أقول لك بش شاور شاور ولا بشاور الجملة يقول لك هو يقول لك أنا يا أخويا هبطت الرزنامة من بعد قالوا لي علش ما شاورتناش هاي يعني بعثتلكم بعثتلكم فقال أنه كل واحد طلب طلب فتأكد لي أنه المشاورة كانت في غير طريقها من غادي كان طلقت الحكاية يعني يعني نخدم على روحي وأنتم أقولوا لي تحب وأعتقد أنه أخذر الجانب الاتصالي هو هو لي غالط في سياسة هيئة التسوية الجانب الاتصالي غالط ريد كان بدأت الدرج لولاني مشكلة بنقردين والتراجي نعاية لزو الجمعيات نقعد معاهم رون مشكلة فضل مشكلة الاتصالي هو حتى طريقة التعامل حتى مع الإعلاميين أعمل وضح سيد جمال يدير موش لهنية سمحني قال مختار دابوس كل من هنا صحيح قال نشوفه في المطار هزفليجيا يقول إن شاء نربحه يا روح أنا طلبته شخصيا لا نحكيش على حاجة أنا طلبته طلبت منه معلومة مش سيفتي شخصية بسيفتي نخدم صحف بيوكالة تونس الفريق الانباية هو الوكالة الانباية الرسمية على المخبر متاع الترشيح اللول بكل متاع السيد عسين جنيح كام للكاف إلى يوم الناس هذا مفهم حتى إجاب حبيت نخو مش كان أنت هذا ممثل طريقة التعامل بصراحة نقطة سوفان مش كان تانجيا أكد اللي قلته لك إنه مع أنت سياسة عامة مش ترجي بركة مع أنت التجاهل هي سياسة عامة متنجمش سينا مرفق بقي جمعة التنسية اللي قلت قدام بطريقة هيف متنجمش